اشتركوا في القناة يعني انا ما في رجل من اصدقائي اللي بقولك يا اخي ضرب القلون وعندي القلون وما شابه ما هو القلون العصبي بداية لو بدنا نعرفه يعني اول شي اكيد هو نسبة مش زيادة عند الاردنيين بيحكوا الاردنيين دائما معصبين فاحنا اكيد قلوننا مش معصب يعني فهي كلها اشعاعات احنا شعب نحبنا البسط هلا القلون العصبي القلون هو الامعاء الغليظة اللي هي في نهاية الجهاز الهضمي هلا هو الاسم يمكن شوي غلط هي الامعاء العصبية اكثر ما هي تكون قلون لانه ممكن يكون التهيج بالقلون بالامعاء الدقيقة حتى بالمعدة او بالمرئ ممكن يكون فيه تهيج التهيج القلون انه فيه اعراض لكن بدون سبب عضوي يعني ما فيه سبب عضوي زي قرحة او ورم او التهاب عامل هاي الاعراض وهاي الاعراض لها طريقة معينة والمرضى بتحسنوا لما يخرجوا بالذات لانهم قلون عصبي اذا المريض لما اخرج لما رعى الحمام واخرج ما خفت اعراضه اذا عنده اشي ثاني مش قلون عصبي وفيه كثير ناس عندهم شغلات ثانية غير القلون العصبي وبفكروا انهم قلون عصبي يعني احنا قاعدنا هاي انا قاعدت هاي قاعدة قبل اربع خمس سنين وحكينا على رؤية عن القلون العصبي من هداك الوقت الهلا صار فيه حكي كثير على الاشياء اللي بتشبه القلون العصبي اللي رح نحكي عنها كمان شوي اكيد طيب عم نحكي عن الاعراض نحنا شو هي الاعراض يعني حتى الواحد يستدل انه هلا اول تعريفة القلون العصبي انه الاعراض مزمنة يعني اذا واحد صار عنده وجع او انتفاخ ليومين او لاسبوع هذا لسه مش قلون عصبي يمكن يكون بدايته لكن مش قلون عصبي القلون العصبي باجتمعه لأطبة كل فترة في مدينة روما وفيه جمعية اسمها جمعية روما وبيجتمعه لأطبة من كل العالم فيها يعني حتى احنا الاردنين بلشنا نصير لنا علاقة معهم وبتفقوا على هذا التشخيص اللي اسمها متلازمة مش مرض على فكرة هو مش مرض لانه ما له مضاعفات هلا المفروض انه يكون فيه ألم في البطن اذا ما فيه ألم في البطن يذا واحد عنده بس نفخة او عنده بس امساك ما عنده قلون اذا هو ألم في البطن مع تغير بالاخراج ممكن يكون اسهال او امساك او اثنين بعد بعض مع نفخة وكل هاي الاراضي تتحسن لما المريض يروع الحمام وهاي الاراضي لازم يكون لها فيه ناس بحكي ثلاث شهور الناس بحكي ثلاث شهور وممكن تكون يعني بتروحه بتيجي الواحد يكون كويس برد بصير فيه أعراض اذا هاي الاشياء مش موجودة ما عنده قلون عصبي يعني الواحد اللي ما عنده ألم ما عنده قلون عصبي اللي ما بتحسن لما يخرج ما عنده قلون عصبي طب خلينا نشوف الناس كيف بتفكر بهذا الموضوع وشو خبرتها بموضوع الأعراض خلينا نشوف لقاءات أجريناها مع مجموعة من الناس بشكل عشوائي شو بتعرفي عن أعراض القلون العصبي ممكن يكون هو ألم يعني أسفل الصدر وممكن من أكل حار أو أكل حامض أو ممكن يكون عصبية ممكن إنه إذا عصبتي يسبب قلون عصبي قلون عصبي بصية مثل تشنج بالمعدة نفخم بالسفل للمعدة من تحت الصرة وبصير فيه كأنه واحد ممسوق من فوق من عند المبي فهي اللي بشوف أنا أعراضنا لأنه أنا معي القرحة مشان هيك بعرف أعراضنا التوتر في الأعصاب شنجات في المعدة زائد حصر بول مثلا أو زي ما تحكي تهيج تهيج في الأعصاب والمعدة بس فقط والله أتوقع يعني إنه تكون الضغط النفسي أو التفكير يعني ممكن يأثر على المعدة يصير في ضغط على الخلون العصبي على الحجاب الحاج الممكن بس أكثر من هيك مبارح بيكون وجهة داخل المعدة ووجهة بالخلون نفسه من اللي وعليمين وعلى الشمال وبصير انتفاخات وبصير كذا من واحد يعني ما من الآن ومتوتر كثير في الموضوع بس هاي كل العملية هم بدون الواحد يكون طيب حاله وسهل الأمور معه سهل الأمور عادية هلأ في ناس يعمل العصبية الزادي يعني مثلا أسبابه أو مثلا بتشنجات أو ضغوطات أو إشي يعني هي أسبابها فالواحد يعني دايما يعني نحن بس صراحة حتى بالنسبة لشغلنا يعني الواحد يكون يعني رايق شوي مش إنه يكون والله عصبي عطول يعني بدها طولة بال للشابي بس عمو دايما واحد يعني عصبية بيحكو الزادي مش كويسة حتى إنه يعني زي ما حكيت القولون العصبي برضو مش يعني مش كويسة يعني فواحد أمور مش مستاهلة خلاص يضل رايق أفضل أحسن إليه بذيق بالنفس ما بتفكري إنه في عندك شغلة بالقلب بس لكن هي بتكون بأثر الانتفاخات والغازات حتى بتأثر على قشرة الدماغ أنا روحت عندك تور فبتأثر بتسبب لك في ألام في ظهرك برجلك بتمشي بتحسي بثقل معرف إنه بصير انتفاخ بالجسم وعياء وبحس الواحد حاله إنه دايخ يعني وبصوك ومتوتر أحيانا يعني هذا اللي بعرفه أنا بس طبيعة الأكل ممكن يكون طبيعة الأكل يعني مخبصة الواحد غلط ففي أكل يعني لازم بأوقات معينة ما تكلها لا لا أهلا انتفاخ باللمادي هذا يعني بجزء عاغد أما هي العصبية بتأدي كمان للقلون أعصابه هو الزعل والعصبية الزايدة والأكل الأمراض اللي ما بناسب المعدة فهذا هو الإشي اللي بخلي القلون العصبي دايما شادد وعند البني آدم بس أعراض القلون العصب إنه بواحد أيام بنتفخ إنه أكل غلط في ناس بشربوا حليب إنه بصير معه انتفاخ في البطن وشغلات زي هيك والعصبية الزايدة يعني تلاحظت دكتور أنه الكل بيحكي عن موضوع العصبية هل فعلا موضوع العصبية أو يعني أنه الواحد مستفز بيأثر على القلون ولا هذا يعني تفكير للأسف سائد بس مغلوط يعني أنا شوي زعلان صراحة أنا مزعوج شوي توقعت الناس يرفعون القلون العصبي أكثر من هيك يعني هاي المعلومات إذن ووووو هاي قصة طويل الشغل معنا تلازم ببالجتنا أولا جدي هاي مشكلة لأنه يعني موضوع ما الحكيين حكي مش مزبوط صراحة هلا القلون العصبي فعلا العصبية واحد من الأسباب اللي بتزيده لكن معظم مرضى القلون العصبي ما عندهم عندهم العصبية العادية أو الحيار الروتينية ما عندهم إشي زيادة هلا أنا دائما بحكي للناس العصبية زي اللي طاحنتوا بتوجعوا إذا قاعد مع أصحابهم مبسوط بنسى الوجع إذا بكون قاعد لحاله زعلان بزيد الوجع فالعصبية بتخليك تحس بأي إشي أكثر من ما هو فبتخلي الأعراضة تكون أشد لكن ممكن الواحد يكون أسعد إنسان بالدنيا وعنده قلون عصبي فهي مش كثير مربطين مع بعض هلا القلون العصبي مرات مظلوم إنه أي واحد عنده انتفاخ بجريع عنده دوقة عنده أي شي تقول هذا قلون لا هذا الحكي مش مزبوط هلا اللي عندهم ضيقة نفس أو عندهم تسارع بالقلب حتى فعلا ممكن يكون القلون لأنه إذا كان فيه غاز زيادة في البطن وهذا مش بس القلون العصبي حتى سوء الهضم البطن فيه قدامه حلين ينتفخ إذا فيه غاز هلا من تحت الحوض عظم يعني زي كأنك على حيط ما بيشي فإذا ما يطلع الغاز فيه طريقتين يا بيطلع لبرة أو بيشد على الحجاب الحاجز لفوق هلا فيه ناس عضلة الحجاب الحاجز عندهم بتكون معصبة بتكون شادة كمان فكله بيطلع لبرة فبنتفخ بصير له كرش الواحد وفعلا مرات الواحد حتى بلبس البطلون الصباح الظهور بعد الأكل ما بيقدر يسكره لكن إذا كانت عضلة الحجاب الحاجز راخية ممكن يضغط على الرئة فبتبطل الرئة تعبها ومزبوط بصير لواحد يحس أنه مش قادر يأخذ نفس في نغزات أو أنه حتى إذا ضغطت على القلب ممكن تعطيك حتى تسارع بالقلب أو تعطيك أنه إحساس بالألم أو الآخر يعني حتى الأطبة فيه أطبة مش مقتنعين فيه هذا الكلام لكنه مزبوط والدراسات الجديدة كلها على عضلة الحجاب الحاجز أثبتت أنه هذا إليه دور كبير في الموضوع هلا الإخوان في اللقاءات هاي زي كثير ناس بلخبطوا بين سوء الهضم وبين القولون هلا القولون العصبي مش انتفاخ القولون العصبي ألم مع انتفاخ أو مساك أو سهال وبتحسن على الخروج معظم الناس اللي عندنا اللي بيفكروا عنهم قولون العصبي عندهم شغلات سخيفة أو بسيطة ممكن يتجنبوها واحد من الإخوان حكي عن الحليب هلا الحليب فيه سكر اسمه لاكتوز بوهضموا إنزيم في الأمعاء اسمه لاكتاز حتى يصير الامتصاص للأشياء المفيدة اللي فيه هلا السكريات هاي إذا كان نسبة الإنزيم هذا قليلة ما بتنهضم هاي السكريات بتفاعل مع البكتيريا في الأمعاء وبتطلع غازات الغازات هاي من ضمنها الهايدروجين النيتروجين ثاني أكسيد الكربون لكن حتى غازات سامة زي الكبريت اللي بيطلع الريحة أو زي الميثان اللي هو غاز الوقود يعني انت بتطلع غازات بول عليها كبريتة أو قداحة بصير بتطلع نار ففي كثير ناس عندهم مشكلة بالحليب وهلا مشكلة الحليب مش معناته أنه لازم يوقفوا الحليب لازم يخففوه يعني فيه ناس بانتفخ إذا بشمرحت الحليب وهي قليل ما يكون فيه ناس إذا أكل شوية جبنة أو لبنة والآخر فالواحد براقب هاي الشغلة هي يمكن هذا سؤال يعني أخطني دكتور لسؤالي التالي يعني أنه فيه شيء يتغذى على القلون العصبي بالضبط يعني إذا امتناعنا نحنا عن تناول بعض الأشياء يعني هلأ مش الإمتناع أكثر أكيد يعني أنا هلأ إذا بيجيني مريض على العيادة عنده هاي الأعراض أول شيء بسأله بالأسئلة عن نظام حياته هلأ الرياضة بتشتغل زي السحر على القلون بكون الرياضة إشي صحي والقلون كثير مرضى بس على المشي أو على الرياضة بتحسنه شرب المي لازم الواحد يشرب مي كفاية حتى أنه المي بيمتصص الجسم اللي بده إياه والباقي بنخلط مع البراز حتى تحسن عملية الهضم الخضار والفواكئ أو اللي مسميها الأليافة الذائبة في ناس بنسوا يأكلوها بكون عندهم بالبيت بس بنسوا برقزوا على الأشياء الثانية بخلوا الفواكئ لأولادهم أو بتخربوا بكبوها فهذه الثلاث شغلات كبداية إذا المريض ما يتحسن فيه شغلتين كثير مهمين وهذا حكي ما كنا نركز عليه لما حكينا عن القلون العصبي قبل 4-5 سنين الحليب كبداية انتبه للحليب خفف الحليب ومشتقات واسبوع شوف شو بصير معك والشغل الثاني اللي هي هلا بدعة في العالم اللي هي القمح هلا إحنا فيه ناس عندهم حساسية قمح هذول عندهم بصير التهاب مناعة في الأمعاء من القمح وهذول لازم وقفوا القمح وعندهم مضاعفات لكن فيه كثير ناس عندهم تهيج من القمح والتهيج مش من النشويات الموجودة بالقمح من البروتينات من الكلوتين اللي هو نفسه المعمل الحساسية هذول الناس إذا بوقفوا القمح بصيروا ممتازين حتى الذاكرة حتى النشاط بتحسن لكن ما عندهم مرض عذوي مربوط بالقمح هلا بأمريكا انتبهوا كثير لهذه الشغلة وصار في كثير مطاعم كلوتين فري أو بالسوبرماركت بتلاقي كلوتين فري أكثر اللي ما فيها البروتيين كلوتين بالأردن بلاش ننتبه لها أكثر فاللي عنده هاي الأعراض قبل ما يروا على طبيب يحاول يتجنب الخبز لمدة أسبوع وشوف هذا الأعراض بتتحسن هلا برضو صار في صارنا نتعامل بحملة غذائية حمية غذائية عفوا للقلون العصبي هاي الحمية أول من طرحت من 15 سنة ما حدا ركز عليها كثير لكن من سنتين وجاي صارنا يعني انها بتفيد كثير للقلون العصبي وهي اختصارها فودماب بالانجليزي FODMAP اذا بتحطها على الجوجل وبتشوف عن هاي الحمية هذا اشي كثير مهم هاي بتركز على السكريات البسيطة اللي موجودة زي ما حكنا بالحليب اللي موجودة بالفواكه بالذات فواكه الصيف اللي موجودة بالبقوليات وكل الناس تعرف ان البقوليات بنفخ موجودة بأكلات كثير وهاي الواحد اذا بيخففها ممكن يتحسن وغير هيك ابدو راجع الطبيب حتى ياخذ العلاجات اللازمة متى ممكن يراجع الطبيب يعني انا اصابني احساس بهاي النفخة هذا اهم سؤال طبييا لانه لانه انا بحلل يعني انا بحط حالي محل اللي اصيب بهاي الحال شوية كركع بالمعدة على نفخة على غازات بقولك ضرب القلون عندي بضبط مع انه يمكن يكون ناسي انه شرب حليب وعنده مشكلة مع الحليب يعني اي شخص اللي حكيناه بقدر يجربه اول باستثناء ما حدا بيجي يعني يمكن يجيقولون عصب عكبر لكن كل ما كبر الشخص منصيرين خاف من اورام يعني الواحد لازم يتابع هلا الرقم اللي حطينه بالطب هو رقم يعني افتراضي مش انه رقم على اشي علمي هو خمسين انا بالعكس بخاف حتى اقل من خمسين يعني اذا اذا شاب او صبي عمره عشرين سنة عنده هاي الاعراض بقدر يحاول بالنظام الحقيقي لكن اذا حده خمسة اربعين او خمسين لازم يراجع طبيب حتى يتأكد الخوف من اشياء محرزة اكثر هلا فيه فيه شغلات احنا نسميه نقوس خطر اذا موجود لازم الواحد راجع طبيب مثلا اذا عنده الم شديد اذا عنده الم شديد بصحي من النوم اذا بنزل مع دم اذا عنده فقر دم اذا اذا هاي الاعراض اللي عنده بتأثر على حياته يعني بتخليه ما يمارس حياته الطبيعية بهذا الوقت لازم يراجع طبيب يعني الالم مستمر ومستديم بالاضافة لمجموعة من المؤشرات بالضبط بهيك حالات نسميه نقوس الخطر طب دكتور بليش سمه القلون العصبي يعني انا فهمت من خلال الفوكسبوب من خلال اللقاءات اللي اجريناهم انه الكل بقولك العصبية والعصبي لانه القلون العصبي بليش ان القلون العصبي هي ترجمة عربية هو اسمه في الاسم العلمي الو الامعاء المتهيجة لانه تاريخيا لما كانوا يدخلوا على يعملوا التنظير او يعملوا صورة ملونة للامعاء كانوا يشوفوا فيها انقباض لكن فظل اسم متلازمة الامعاء المتهيجة مش العصبية هاي العصبية احنا يا ما شاء الله احنا منطلع اسامي حلوة زي البكيرة الحالزونية اللي موجودة في المعدة بعض الناس حتى تسموها دودة يعني احنا منطلع اسامي صارت دودة عند دودة بمعدة وهي قلون عصبية فقط الكلمة المتشائلة يعني الشائعة اللي صارت الناس تحكيها لكن هي ترجمة الحرفية متلازمة الامعاء مش القلون الامعاء المتهيجة يعني انه فيه تهيج بالامعاء لو ما قبل الذهاب للطبيب يعني انا عندي مشكلة وحسيت انه هاي الاعراض هي اعراض قلون عصبي بالبيت فيه اجراءات اولية ممكن واحد ياخدها قبل ما يروح يكشف عند الطبيب يعني اكيد ممارسة الرياضة وهي مهمة جدا 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 هل في رياضة معينة ماشي ماشي سريع كفاية الهدف منه هو التخلص من الغازات بالضبط الرياضة بتساعد الامعاء لانطباض الصح وان الغازات تطلع وتتحسن عملية الخروج هذا اشي اكيد اثنين تناول الخضار والفواكب بكميات معقولة اللي بصحى كسلان هاي شغلة كثير مهمة النوم انه الواحد اذا بنام كفاية من اعراض قلت النوم تهيجي الامعاء وتهيجي القلون بالاضافة للصداع ووجع مفاصل والآخره فانه الواحد ينام كفاية هلا اذا هاي الشغلات ما زبطت بحكي له خف الحليب ومشتقاته ودير بالك مثلا الكنافة فيها حليب فيها جبنة صحي البوزة في كثير شغلات الكيك منخبة فيها حليب خفف هاي الشغلات اذا ما زبطت تخفف القمح اذا ما زبط لازم تراجع طبيب كل الناس عندهم حساسية من الحليب الحليب لا يعني في منطقتنا في منطقة الأردن ومناطق الحوالينا من أعلى النسب عالميا أعلى النسبة بالهند من أعلى النسب عالميا وهلا نفس الشخص ممكن مثلا بعد التهاب أمعاء أو بعد تناول مضادات حيوية تقل هاي الانزيمات بعدين ترجع فحتى نفس الشخص خلال نفس السنة ممكن يكون عنده حساسية حليب أو تعيجه من الحليب ومرات لا وهاي بتعتمد اللي عنده النقص شديد في الانزيم إذا بمرك جم كاسة حليب بصير عنده مشاكل لكن في ناس عنده نقص بسيط في الانزيم يعني إذا أكل شوية جبن ما في مشكلة لكن إذا شرب كاسة حليب بنتفخ فهي بتختلف من شخص لشخص طب يعني آخر شيء يمكن آخر تفصيل هيك حاب أوصل معك فيها لنفرض أنه تمت يعني فيه إصابة بالقلون العصبي فعلا حقيقية قديش هذا الحكي خطير يعني لو انسكت عليه كمريض انسكت عليه قديش يعني إحنا أنا دائما بشبه القلون العصبي بالارتداد المريئي وهم أكثر مريضين شائعين في عادات الجهاز الهضمي الارتداد المريئ للمضاعفات ممكن يعمل أورام مريء القلون العصبي إذا أنت عندك قلون عصبي ما له مضاعفات ما بيؤدي لسرطانات ما بدي لالتهابات لسوء امتصاص الإشي الوحيد أنه بأثر على نظام الحياة جودة الحياة أنه أنت تكون مبسوط بحياتك تتمتع بأكلك أو بنشاطاتك هاي هي كل الشغلة لكن الواحد لجب أن يتأكد أنه ما عنده أشياء ثانية الخوف من أورام من حساسية قمح من سوء هضم زي ما حكينا الحليب أو القمح أو الآخره أو التهابات القلون التقررحية مثلا أو التهاب القلون المايكروسكوبي في كثير من الستات الكبار اللي عندهم إلسهال ووجع بطن بفكروا أنهم قلون عصبي هم في الواقع عندهم التهاب ما منشوفه بالعين المجرد منشوفه لما نأخذ عينات من القلون وهذا بيكون علاقة بالمسكنات أو بأشياء ثانية طيب دكتور أنا بتمنى أنه وصلت كل الأفكار لمشاهدين اللي عم بتابعوا إذن يعني مش دايما الأوجاع اللي بتواجهنا هي أوجاع قلون يعني ممكن يكون هذا راجع على إيش أكلنا وتحديدا كنا عم نحكي عن الحليب أيضا مجموعة من القضايا حكا ركز عليهم دكتور العلاقة بالأطعم اللي نبتعد عنها حتى ما نثير ونستفز القلون العصبي دكتور فراس ريقات أخصائي الكبد وجهاز الهضم والكبد شكرا جزيلا على حضورنا على المعلومات القيم اللي قد نتبع شكرا جزيلا سهلا